اهلا بكم من جديد المشاهدين الكرام الموضوعنا الثاني هو حقيقة اليوم تطرقت لجريدة الوطن وذكرت انه تصدرت جدة قائمة المدن السعودية لاكثر عدد القضايا المرسودة فيما يتعلق بغسيل اموال خلال العامين الماضيين وقد بلغ عدد القضايا الجنائية المتعلقة بغسيل اموال وفقا لقرار صادر من المحكمة العامة مجموعة 53 قضية اتهم فيها سعوديون واجانب الوطن علمت من مصادر مطالعة عن المحكمة العامة بجدة استقبالات 53 دعوة غسيل اموال مقامة ضد 22 سعودي و31 مقيم تنوعت هذه الدعاوي وهذا توقع الموضوع الاهم ما بين حولات بمكية بمبالغ تتجاوز 3 ملايين ريال مجهولة المصدر ومحاولة اضفاء الشرعية على اموال اخذت بطرق مخالفة الى جانب قضايا سوء الاستعمال الاداري والعبث بالانظمة والتعليمات والتربح من الوظيفة العامة والنصب والاحتيال على المواطنين وجمع اموال بطرق غير شرعية وعدد من القضايا الجنائية التي ادنتهم باعتبار ان ذلك يدخل ضمن قضايا غسيل الاموال الحديث حول هذا الموضوع معي الدكتور عمر الخولي المحامي والمستشار القانوني دكتور عمر بداية الى اي مدى هذه الارقام دقيقة و الى اي مدى فعلا قد تؤثر مثل هذه الارقام والتعاطف في موضوع غسيل الاموال على الاقتصاد بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم لعلي انوه اولا ان المسمى الصحيح لهذا الجرم هو غسل الاموال وليس غسيل الاموال وش الفرد بينهم طيب لا هو اساسا لا يوجد شيء الدارج هو غسيل الاموال الدارج نعم نعم اتفق معك حتى في سياق الاحكام والسياق لوائح الدعوة التي تصدر من جهة الادعاء العام تصدر وهي مكتوبة غسيل حتى الانباء في الصحب تكتب على غسيل الاموال لكن المسمى الفعلي لهذه الجريمة هو غسل الاموال على اي حال الارقام هذه القضايا من حيث الدقة هو رقم دقيق ولكن العبرة بتكييف الواقع اكثر من عدد القضايا التي تتأول الى المحكمة او الى القضايا هناك كثير من الوقاع التي تسمى انها غسل الاموال توصف بانها غسل الاموال وتقيد على هذا الاساس ويتم التخلصات ثم تذهب الى القضايا فيتم التعامل معها على هذا الاساس لكن هي في واقعها ليست من جرائم غسل الاموال ولا تتري مثل يا ديكتور مثل الحقيقة اي خطأ في اداعات الحسابية او وصول اموال يحصل الاشتباه بشأنها مباشرة يتم القاء القبض على صاحبها وتوجيه هذا الاتهاب له حالة التحقيق والادعاء العام والواقع ان هذه الجريمة تحتاج الى قصد خاص الى نية خاصة وهو اخفاء عدم مشروعية المورد المال والتعكيم عليه ويظهر انه بمظهر سليم وصحيح واتفق مع القانون انه مال نظيف بينما هو في حقيقته مال ملوث فاحيانا قد يلجأ الشخص يكون المال مصدره صحيح ولكن كثرت التعاملات البنكية او الحوالات او هذا يعني مخالفة او ممارسة عمل من اعمال البنوك من قبل احد الافراد او مؤسسات غير مرخص لها يصنف ويقيم انه غسل اموال طيب دكتور يعني على كذا بس كانت تقول انت اطار غسل الاموال او غسيل الاموال لا مشاحة في الاصطلاح لكن المقصود واضح انه الاموال يلجأت بطريقة غير شرعية طيب حنا عندنا طبعا في الخبر يعني ادرجوا فيها موضوع النصب والاحتيار للمواطنيين جمع الاموال بطريقة غير شرعية سوء الاستعمال ادارة والعبث بالانظمة يعني يجيك مثلا مسؤول فاسد ويدخل مثلا يستفيد من منصبه ولا ايا يكن يعني هذلك كله ادخلت وادرجت في ضمن غسلة وغسيل الاموال مثل ما يعني مثل ما قلت انت غسل الاموال وهذا صحيح لكن ينبغي ان نفرق بين المصدر غير المشروع وعملية الغسل في حد ذاتها عملية الغسل تحتاج الى قصد جنائي خاص لا يمكن يعني ان نغفل مورد هذا المال ان كان ان كان اساعة اختام السلطة او نفوذ وظيفي او رشوة او نتاج اي جريمة اخرى فيعاقب على الجريمة الاخرى وليس لكن اذا ما حاول ادفاء المشروعية على مصدر المال واظهار بمظهر صحيح فهنا ارتكب جريمة اخرى وهي غسل الاموال عادة للأسف في جهات الضبط وجهات التحقيق وجهات القضاء بكل اسف يحدث خلط انا بشرت عدد من قضاء غسل الاموال ثم انتهينا الى نتيجة انها قد تمثل مخالفات اخرى لنظام ممارسة اعمال البنوك او الصرافة او شيء من هذا القبيل ولكن لا تمثل عملية غسل او جريمة غسل الاموال لانعدام القضاء الجنائي لدى الجاني طيب دكتور انا بسألك عن نقطتين اتوقع انها جدا مهمة احيانا البعض قد يغرر به في موضوع غسل الاموال يغرى بمسألة الثروة السريعة وهذه تصدقى احيانا موجودة اتوقع كثير من منها تجي ايميلات بطلبك الحساب البنكي لاجل اجراء حواله او يجي احد وسيط من وسيط من دولة خارجية اين يكون نحول مبلغ الفلاني على حسابك البنكي مبلغ كبير ويوعد بنسبة من هذا المبلغ وتلقى جاهل وحيانا قد يتجاهل يعني هالموضوع يسعى ربحية سريعة ولا يدري وش اضرار وابعاد هذا الموضوع او العقوبات المترتبة عليها ابي تعليقك على هالجزئية الواقع فعلا يعني ادخال مبالغ مالية كبيرة الى حساب الشخص داخل المملكة هذا يعد شريكا في جريمة غسل الاموال ولا يعني حسن النية هنا قد يلجأ القاضي الى التخفيف الحكم عنه لانه النظام وضع حد اقصى للعقوبة يعني غرامة لا تزيد عن عشر سنوات ورامة لا تزيد خمس ملايين وهكذا تصاعديا لكن من الممكن للقاضي اذا وجد الجهل او حسن النية من طرف اي طرف من الاطراف فطبع الطرف الخارجي لابد انه عنده قارينة قوية على سوئيته اما الطرف المحلي فينبغي التوعية حتى لا خلناك بالتعادل الامور طيب دكتور اسألك عن العقوبات المترتبة وهل يدخل في اطارها كذلك سوء الاستعمال اليداري وسوء المنصب لما يكتشف انه مسؤول رس مشروع فلاني على يعني احد يعرفه وهو له فائدة ونسبة منها اي ان تكون مظاهر الفساد العامة هذه المالة اللي قد تكون موجودة يعني عند الباب وش الجرائم اللي هل يشملها في اطار عام لهذه العقوبات على هذه الجرائم نعم هي المادة السادسة عشر من النظام نصة انه اساسا اي واحد يرتكب الجريمة يعاقب بالسجل لا يزيدها عشر سنوات بغرامة لا تزيدها خمسة ملايين بلا انه عاد مشروع في المادة التي تليها وزاد من السقفة الاعلى للعقوبة وجعله خمسة عشر خمساشر سنة وسبعة ملايين ريال في حالات اذا كان العملية من خلال عصابة منظمة او استخدم فيها العنف او كان الجاني يشغل وظيفة عامة او استخدام سلطان النفوذة وايضا اذا كان فيه تغرير بالنساء او الاطفال القصر او من خلال مؤسسة اصلاحية او منظمة خيرية فهذه من الظروف المشددة للعقوبة جميل شكرا لك دكتور عمر الخولي المحامي والمستشار القانوني شكرا لكم مشاهدين الكرام لمتابعتكم لبرنامج ياهلة بعض الملفات والقابلة قد طرحت هذا اليوم اشكرا كذلك فريق الاعداد يلقاكم ان شاء الله غدا وانتم على موعد مع الزميل علي العليان الى دقاء اشكرا لكم